موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضراتي السادة مشاهدي قناة الارض اهلا وسهلا بكم النهاردة حضرت لنا شركة نيفرتاري لمعالجة ملوحة مياه الابار وحاليا بنعيش مراحل تركيب احد الاجهزة اللي بنسميها الماجناتك سيستيم او معالجة المياه بالخاصية المرمطية وخاصية الكوارتاز وده الشركة نيفرتاري المهندس عاطف عزت نركب الجهازة وزي ما انتم شايفين على الخط الرئيسي اللي طالع من البير الخط ستة بوصة والجهاز ستة بوصة بيركب باتنين بردة ومسامير وفلاتر على الخط الرئيسي اللي هو جاي من مية البير مباشرة واجهزة نيفرتاري احدى اساليب معالجة ملوحة المياه وفي عندنا شركات في مصر بتقدم الخدمة دي وهي كلها قائمة على خاصية الماجناتك سيستيم او مغناطة المياه المياه بتمر من المصورة دي جوه المجال المغنطيسي للجهاز اللي ركب ده حوالي ده طوله اديها حاج سعيد دون مية وعشرة سنتي مية وعشرة سنتي ده قطره ستة بوصة مش كده? ستة بوصة اه. مصنوع من الطبيعي. طبيعي. اه ايوه. رقم كامل? اه مية واربعة. تلتمية واربعة. تلتمية واربعة. مستورد مستورد طبعا اه. لكن التكنولوجيا اللي جواه اه متجمعها هنا في مصر في مصنع نيفرتاري في العشر من رمضان? اه. صاحب المصنع البصصة سعاطف عزة. مهند سعاطف عزة. بمدينة العشر من رمضان. نعم. انتو جربتوا الجهاز ده في اماكن كتير يا حاج سعيد? كتير. يعني اللي اعربت بالجهاز من تلات ايام كنت في الضبعة. تبعد عن العشر من رمضان خمسمية كيلو. والملوحة هناك كانت كم? الملوحة كانت هناك عالية بطريقة يعني تتعدل الف اه في الملوحة. الف ولا حاجة. والف هنركب لها جهاز ليه. والله هم بيحبوا برضو يخاف. عايزين يخفوها. اه في الضبعة بيزرعوا خضار. خضار والفلفل والطماطم والبطاطس. لا لا الف كتير اه اه. يعني هم واخدينه عشان يعالجوا ملوحة المياه عشان الخضار. ايوة فاني. اه. طيب وده بقى فقط لغير يعني عدد الاجهزة اللي بتركبوها في السنة الدقيقة. لقد انت فيقدر تقول كل اسبوع معدل كل اسبوع مسلا جهاز. كل اسبوع جهاز. او ممكن فيه مزرعة بتطلب جهازين. اكتر مناطق ركبتوا في فين? على اسماعليا الصحراوي على اسكندريا الصحراوي في الضبعة في سينة في هنا في يعني فين? بالنسبة لأه واجه بحري اللي هو طريق بمصر اسكندريا الصحراوي بيبدأ من الخططبة النبارية. آآ البحيرة. آآ السادات. واحياء والعالمين. يعني النهاردة بنسجل في العالمين. احنا هنا آآ في منطقة ود النترون غرب الطريقة الدولة غرب العالمين آآ. ايوة. منطقة الجعار تحديدا يعني. ايوة باش. فجهاز نفرتاري دي هو من سنين. يعني انا شغال مع المهندزة عاطف بقالي سبعتاشر سنة. ما جلكوش مشاكل خالص يعني. ولا عمرنا جهاز رجع لينا. اللي بياخد مننا جهاز بيطلب جهاز تاني. اصلا احنا شفنا الاجهزة دي دي كتير من شركات تانية وكلها معظمها للامانة فانكوش. انا نفسي جربتها. السيادتك انت اول. وطلعت فانكوش فعلا يعني. السيادتك انت اول جهاز هتاخده دول هتطلب منه تاني. خير يعني ايه مية النيل يعني تشرب منها هترجع تاني? لا يا فاند. بتعادل بتعادل المية النيل بالنسبة للزرع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هي بس الكلام عشان الكلام العلمي. طبعا ما بيعزلش املاح وبيضعف الروابط فقط لغير في اه بين روابط الاملاح الموجودة المعقدة اللي موجودة في مية الري وبعدين بيزيد التوتر السطحي للمية. والمجناتك طبعا بيخلي معدل امتصاص المية للجزور اسرع. وبيخلي طبعا العناصر او الاملاح الدايبة يعني اه خلاص اتفتت بعد ما كانت مركبة. وبالتالي معدل انتشرها حوالين الجزور. السوديوم بيبعد جدا بقوة التوتر السطحي الجديد للمية بفعل المجناتك. وبعدين الاملاح اللي اتكسرت ممكن بالفعل النبات يستفيد منها حسب الاثلة بتاعتها وحسب كميتها وحسب نوعيتها كمان يعني. وده كان اه جهاز طبعا دلوقتي خلاص شغلنا البير وده جهاز ستة بوصة راكب على خط ستة بوصة. والبير ده معدل تصرف بتاعه حوالي من تمانين الى متر مكعب مية في الساعة وبيروي ستين فدان زيتون. وهنجرب ونشوف. وقادة البحر وقادة الغطاص. وقال الجمل طلع النخلة. جبنا الجبن وجبنا النخلة. وقلنا اطلع يا حج سعيد. شكرا جزيلا كان معكم محمود البرغوتي واجهزة ميفرتاري على قناة الارض.